موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج فوت بلوس عدد اليوم سيكون خاص للحديث عن المباراة التي انهزم فيها المنتخب الوطني أمام المنتخب التونسي وللمناقشة يحضر معنا اللاعب الدولي السابق محمد خزروني أهلا بك خزروني السلام ورحمة طوالد شكرا لك كما يحضر معنا مشاهدين الكرام كالعادة المدرب زهير جلول أهلا بك زهير ومساء الخير وليد ومساء الخير جمهورينا الرياضي الكريم شكرا لك إذن مشاهدين الكرام خسارة مرة وقاسية للمنتخب الوطني بثنائية لهدف واحد نتابع هذا التقرير ثم نواصل مهزلة بكل المقيس وهزمة ستبقى علقة في أذهان كل جزائري كيف لا وقد خيب المحاربون أمل الأنصار في ثاني خرجة لهم في الكان الدرب المغاربي بنكة إفريقية كان محل اهتمام كل الجمهور الجزائري الذي كان يمن النفس برؤية منتخب المحاربين وهو يفوز على أرضية فرانسفيل لكن المفاجأة جاءت من جانب النسور الذين كانوا أكثر عزيمة وأحسن تحضير من أشبال المدرب البلجيكي جورج ليكنس شوط المباراة الأول كانت فيه السيطرة لصالح الخضر الذين خلقوا فيه فرصا بالجمنة لكنها لم تترجم إلى أهداف بسبب تألق حارس اسمه أيمن المثلوثي الذي أبطل مفعول محاولات محرز وسليماني وحتى قفت قديورا وإذا كان شوط المباراة الأول انتهى بشباك نظيف من الجانبين فإن الشوط الثاني كان أكثر فعالية من التونسيين الذين تمكنوا من زيارة شباك ملك عسل في مناسبتين وفي وقت كانت تلفظ فيه المباراة تنفاسها الأخيرة استفاق الخضر وقلص النتيجة بقفة من المتألق هني الذي تأخر الميستر جورج في إقحامه وحرمه من منح الدعم اللازم للخط الأمامي إذن خبرة ليكانس وتصريحاته المتتالية كانت غير مجدية وأسقطت الخضر في دوامة الأيام الخالية فهل سيكون الخضر محظوظين ويعبرون جسر الدور الأول أم أنها نهاية درامية ستعيد الخضر إلى نقطة الصفر كان هذا التقرير الخاص بمباراة المنتخب الوطني أمام الجار تونس ظهر جلول خسارة قاسية ما رأيك في أداء الخضر والهزيمة التي ستعقد أو عقدت أكثر من مؤمورية المنتخب الوطني لبلوغ الدور الثاني والله رأيك قلت كل شيء وليد نظن هذه الخسارة مؤلمة مؤلمة للعبين والطاقم الفني والجمهور الرياضي وحتى المتتبعين لأنه كان لدينا كما يقول لك انجران تسبوع باش اليوم الجزائر تدير مباراة في المستوى وكما يقول لك تلعب كرة جيدة وتسيطر على محتوى هذه المباراة وتفوز شفنا سيناريو كما يقول لك مغاير تماما نحن شفنا الفريق الوطني في الشوط الأول وخاصة 15 دقيقة الأولى وان شفنا الفريق كان يلعب بقوة كبيرة تخل بدكاء كبير عارف كيفاش حتى الكل ضن بالأخطاء تصحة على المباراة الأولى هذه هي كما يقول لك حتى المتتبعين نبهرنا من الدخول القوي تا الفريق الجزائري وضيعنا فرصتين في التقيق الأولى كنا قادرين سجلوا الهدف وإن كانت تحت تغير الأمور كلها نحن بعد شفنا فريق في الخمسة وعشرين أو ثلاثين دقيقة في المباراة الأولى شفنا تغيير تغيير في اللعب الفريق الجزائري بدأ يتراجع بدأ يتراجع بدأ يفعل أخطاء أخطاء دفاعية أخطاء أخطاء فرضية وشفنا الفريق التونسي بدأ يولي في المباراة التدريجين أنا نظن هذا خطأ كبير احنا تكلمنا في هذا البلاتو والجمهور تاعنا لو كم يقول لك يتذكر احنا قلنا عندما تلعب في أدغال إفريقيا وتكون رطوبة عالية وتكون الحرارة قوية ما لازمش تدخل بهذه القوة لأن عندما تدخل بهذه القوة خمسة عشرين دقيقة الأولى عشرين دقيقة ومبعد ما تقدر تتنفس في المقابل شنون المتخبتون سيدخل بكل هدوء ورزانة بارك الله فيك ولهذا نقول اليوم الدكاء الناخب الوطني المدرب تونس عرف كيفاش يعطي التعليمات اللازمة وعرف كيفاش يحط الطاكتيك اللازمة في هذه المباراة وينخلى الفريق الجزائري يرمي بكل تقاله في الدقيقة الأولى وهو يسترجع على القوة ويدخل تدريجيا في المباراة وهذا مصرا في الشوطة الثانية في الدقيقة الخمسين شفنا المساكنين في الرواق الأيصر عرف كيفاش توغل اليسار وسدد بكورة ضربت في اللعب مندي وتسجل علينا الهدف الأول وين شفنا الفريق الجزائري أنهار من ناحية المعنوية من ناحية بسيكولوجية شفنا فريق التاعنا ما كاش ردت الفعل يعني ما يقدرش ردت الفعل ما راحش تكون لأن القوة الدهنية والقوة البدنية او حطها كلها في الشوطة الأول ولهذا احنا نقوله الفريق التونسي السير المباراة بدكاء كبير جدا وحتى المجهود البدني عرف كيفاش يسيره من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة الأخيرة وشيء تاني هم التغييرات التغييرات اللي دارها المدرب بتاع تونس التغييرات اللي كانت مدققة وكانت كما يقولك فيها حسابات باش يخلي الفريق التونسي يسيطر ويحافظ على النتيجة اللي كان فيها إذن زهير قبل ما نعود نقوله التغييرات على المنتخب الوطني قبل المباراة الكل كان يدرك أنه طبيعة المباراة لا تقبل القسمة على اي تنين كنا نتوقع الهزيمة كما كنا نتوقع الفوز لكن الطريقة اللي نهزم بها المنتخب الوطني هدفين عن طريق أخطاء فرضية أقول نا أخطاء حتى الكنس قالها في الندوة الصحفية احنا قال لك تفاجأنا بالأخطاء الفرضية ولكن هذه هي كرة القدم لو اللعب ما يكونوش متحضر أي لعب كل اللعبين ما يكونوش متحضرين من ناحية بسيكولوجية من ناحية الدهنية وما يعرفوش يسيروا الضغط وما يعرفوش يسيروا الجهد البدني تحهم وما يعرفوش هذا ما معناه معناه أن المدرب أخفق أخفق في التحذير تعلعبين أخفق كما يقول لك في السيستم اللي عمله كما يقول لك من ناحية تاكتيكية أخفق من ناحية اللشواء تعلعبين هذا الكل يتحمل هذه المسؤولية هو المدرب ولهذا نقول الأخطاء الفرضية اليوم دفعنا التمن ودفعنا الفاتورة الأخطاء الفرضية شكرا لك زهير على التوضيحات نشوفه رأي خزروني إذن خسر مرة المنتخب الوطني ما رأيك أولا في الطريقة التي انهزم بها المنتخب الوطني؟ والله شيء يؤسف اليوم ما شفناش فريق وطني الجزائري كما المقابلة الأولى ما شفناش مقابلة كبيرة كنا شفناها شوية لدوزين ميطان تعلنا ضد المنتخب الزيبابوي اليوم في الحقيقة كاريثة اليوم ننجم نقولها بالعامية اليوم اللاعبين ما كانوا ما تدخلوش في المقابلة اليوم المدرب ما شفناش اللمسة تاو اليوم ما شفناش القلب اللي نحضروا به بس كنحنا سيدة ديزالجيريا نعرفه باللي المنتخب التونسي هي مقابلة تا ديربي وهذا الديربي وش لازم له لازم له روح القتالية نقطة مهم ما روح نتالية ما شفناش أصلا في اللاعبين سمحني روح القتالية هي اللي تكون في ديربي والمقابلات لعبة على جزئيات الجزئيات هنقولك عليها شوف اليوم المنتخب التونسي كيفاش عرف في جير المقابلتاو جيرها كما احنا نقوله بالخبرة كيفاش الخبرة اليوم تعرف باللي اليوم في القابون كين عامل تاع الرطوبة وكين عامل تاع الحرارة دونك دو فنومان اللي واعنين باش النكت تتأقلم رابيدمو دونك اللي حاجة الليولة المنتخب التونسي عرف كيفاش يسير في الشوطة الأول تخل بكل برودة واللعب الكورة التاعو يديروا لاباس هي اللي تمشي عند الاخرين ويلعبوا بحذر هذه هي الكورة القدم اليوم اليوم أنا معقلت حتى لعاب اليوم معقلت حتى لعاب تشوف واحد يلعب في نابولي يلعب كما الغلام يلعب في نابولي يدير أخطأ كما هذه مش مسموحة في النبو هذا مش مسموحة أنه كيفاش اليوم انت مندي وما فهمت أن الفريق الجزائري اليوم غايب وزيت صرته حتى لوسط الميدان اليوم في المقابلة اللولة شفت بلي قديورة أنه ما أداش مقابلة قديورة ماوش يلعب ما عندوش لماتش في رجليه تتافي نورمال لازم تدير لعاب واحد أخو اللي عندوو اليوم في في رجليه اللي ينجم يقاوم شوف المنتخب التونسي فاش فتنام هوش المنتخب اللي زعمق قال خير منا ولكن ولكن عرف كيفا هي جيري المقابلة تاؤو بالخبرة ومزيد نقولك حاجة اليوم نو كان ندول الشوط الأول الشوط الأول من غير الضربة تاع قديورة في الدقيقة الأولة من الشوط الأول كان تزديد لبس بها وفي الواحد وعشرين دقيقة باشتعر باللي اللاعبين كانوا غيبين اللاكسون اللي ديره الكورنان اللي جاهم في الدقيقة واحد وعشرين كورنان للمنتخب التونسي ضد المنتخب الجزائري ومبرومي بوتو نورمال مو هو اللي رح يقعد غولام يقعد في برومي بوتو ما صابش كل برومي بوتو برومي بوتو إذن خزروني هل تحمل اللاعبين فقط مسؤولية الخسارة أم المدرب يعني يسال فيها بطريقة أكبر مدرب أنا ما شفتوش ما عنده احتى لمسة ملا من المقابلة الأولى ضد الزنبابي ولا المقابلة الثانية نقل بليس أنا ما شكت مدرب وريلي لمسة ودقيقة تالية اليوم في المقابلة تأتي تونس هني هني تخل در لا ديفيرونس تحس بلي هذا سيتان بيتور في عند الله سيدي أعطي لهم رشنس أخر كثير لما دخل قاع روطار قاع دخلهم روطار اليوم قاع اليوم المفهم يتعرف بلي كان قد يورا يخرج قاع يقلوا لا يخرج ما نطيلوش لدوزيام شرنس بسكو سيتان جوار اليوم في مقابلة كما هذي يفو تونير يفو تونين للميليوتيرا يفو صفوار يفو تونين للميليوتيرا كل شي يتلعب للميليوتيرا عباك لابريدونس زيد اليوم نطي كن جوار تاعة تونس الامين بن عمار در ماتش اليوم اكسبسونال سيتان جوار اللي هو دار المقابلة اليوم هو اللي وقف اللاعبين وكان يمد الكورات المساكنية ويمد المرات الخزري والزيد كي شافوا بلي اللاعب غلام كان من هبط معنويا حتى في زيكمو ما شفناش زيد نطيك حاجة أخرى في الكارتون باش تعرف باللي في الكارتون في الكارتون هما كي يكون انطاق لجوارتهم يروحوا يحتجوا ويروحوا بشي لاربيت يطيقوا ما هذا خزراني بالنسبة اللاعبين اليوم قائد الفريق مندي ما أنا ليا ما نطيلوش قائد فريق ما نطيلوش باسكو سيبالوش هو اللي روح يحضر ويدير لازم لي دار في كي براسونا يا بو كو تشوز اللي راهي من خلطة الفريق الوطني الجزاري صح سيفري قاعد الناس كانت على بنا بلي الفريق الوطني مش حيحي تقلم في في كاس أوروبا ولكن اليوم كاس أمم إفريقيا كاس أمم إفريقيا واليوم اليوم تشوب اللي الفريق كاريثة اليوم كاريثة ما عندك ما تشوف أنا اليوم ما شفتوالو اليوم تحشم أنك تقول عندك فريق وطني الجزاري حتى سوء المطروح وراه التحضير وراههم الأخطاء اللي وقعوا في المباراة الأولى كان من المفروض يعني تتصلحش منها نفس الأخطاء اللعب جماعي يعني ما كاش مقانونتين مع المنتخب التونسي آمين آمين كانوا بدون نحضروا من اللوه اللوه دا ما نفروهاش بسكو هذي فيو لديبارت تعليزان ترينير لاريفي تعليزان ترينير آنر شيك هذير منتخب عنده لعابين يلبس بهم يجيبونا مدربين ما كاش أنا المدربين لو كان كان مدرب جزائري اليوم كان يعطي لهم القلب كان يدلهم روح القتالية كان يدلهم بيبوكو تشوز اللي ديروهنهم لأنا دين مدرب زهري فيدنا فيها أكتر تعال مدرب الوطن اسمح لي قبل ما تروح لزهير اسمح لي يا زهير نقاطعك شوية اليوم اليوم المدرب لو كان ما نيش نقول لك جزائري تير واحد دير واحد اللي يعطينا للعابين يعطيناهم لها موتيفاسيون واليوم لو كان احنا درنا ديموتشا ميكو اليوم ما كاش عيسرانا هكذا اليوم والله ملوق شكرا لك خزروني إذن زهير جلول كما تحدث خزروني حرارة عند اللاعبين ما شفناها شكتير انت تعرف جيدا أهمية هذه النقطة بالنسبة للمنتخب في مباراة مهمة بحجم مباراة الدربي أمام المنتخب التونسي هل للمدرب الأجنبي دور في هذا نحن ما نقولوش مدرب أجنبي مدرب أي كان حتى المدرب بتاع تونس مدرب أجنبي احنا لازم نكون عندك مدرب كفأ مدرب يعرف كيفاش يوصل للموتيفاسيون للعابين دي مانيار بوزيتيف أنا قاد نموتيفي اللعاب قاد نموتيفيه بأي صفة كانت ولكن يدخل فوق الميدان وما كاش اندباط تاكتيك احنا مش فيناش اندباط اليوم شفنا عشر دقائق القولول لخمس 18 دقيقة الأولى محرز يدافع في الجهة اليوم شفنا براهيمي يدافع شفنا كل واحد منصرم بعد خمس 18 دقيقة ما شفنا ولا لعب كل واحد ما كاشم سندا ما كاشم سندا وكل واحد حتى براهيمي مش فيناش الشوطة الأول مكاش براهيمي وحتى ما حرز ما احطلوش كورات وزيد كذلك رشيد غزال ولا أشوف الكرة ما كانش توصل للمهاجمين حتى سليماني سليماني في عادة الأحيان يعني ما كان حتى كرة وصلته بالطريقة اللي حباد لعب لحقاته إكزاكتما برميال ميطان 22 كرة 22 كرة سدد منها أربع كرات للمرمع هنا باش نعطيك شوف الفرق 22 لعب اللي يلعب على أعلى مستوى وحدنا هكما يقول لك من لعبين مميزين هو اللي يسجل أداب هو الهدف للفرق الوطني لحقاته 22 سدد أربعة هنا باش تعرف للكرة ما كانش توصل ما كانش توصل تماما أنا نقول اليوم الفرق الفرق اليوم سي لجيو كوليكتيف سي اللعب الجماعي هذا اللولى ثانيا الروح الجماعية كين الروح الجماعية احنا معدناش هذه هاو المشكل انت تهضلي على الروح القتالية أنا نروح لك بعيد الروح الوطنية الغيرة هاك شفت اللعابين تعتوانس اليوم ينجي بد نحيلو تريكو يصوت يفوق ما كاش تحس شوف انت لعاب لعابين يلعبوا الكرة شوف لعاب اللي بلي يفو راهو حاب يربح المات هذا تولي الصان احنا نلعبوه بلاك اغطاء بلاك بلاك زيد شيء تاني انا نتكلموا على التغييرات تغييرات تعنا يا سبحان الله كانت متأخرة نوع ما كذلك ماشي متأخرة ماشي مدروسة يا سبحان الله انت دير تغيير باش دير تغيير شوف تغيير دير تغيير باش يحافظ عن نتيجة وانجح في تغييرات احنا درنا تغيير علاش درنا تغيير انتع هني جامت اخر لو كان درناه في الشوطة التاني او هو تخل هو اساسي كانت المباراة تنزور حتى التشغيل التي دخلت بداية زي شيء تاني اليوم انا انا تقني ما فهمت حاجة اليوم راصح بس في شيء ما فهمتوش بلاك يفهمون الناس بلاك عبيد مهدي خلاص المباراة مباراة خلاص دخل لي مهدي وتخلج اللي قدير علاش لا لا دخلنا نجاوبك فيها بس كو دخل عبيد بس كو باشي وش دول مشتع السينيقال بس كو دير في بالك بلي هاد المدرب مخو ديجا خلاص عرف روحوا بلي خسر المقابلة سيد الفوتبول اسمح لي حتى مباراة السينيقال حي نشوفه كل مرة تغييرات بطريق اسمح الفوتبول سيتان سبور كوليكتيف فيه لزان دي فيديواليتي الجزائر عندها لعبين مهارين يلعبوا عندهم دي تكني ولكن في المصلحة حتى القروب اليوم فاش فاتك ما تونس اليوم فاتك تونس انه جاو طاب عزيمة ربحوا لديال ربحوا لديال كما قال لك ربحوا لديال في السماء في الله على الرغم انه عدنا اسماء ولكن مدين اوكين بار مدين اوكين بار نقول لك والله غير لعبوا الفوتبول حيلا لعبوا الفوتبول حيلا لانسلما كانوا حاضرين وزيد لعبوا لك الفوتبول حيلا اليوم انت مشيت وراء المدرب بلاتوش انا هذي حبينا اقول انا شو با كونتر للمدرب عندنا كازار بلجاك هذك لانتنونس لبس به جاو طارب اللي اعطى بلوس للمنتخب تونسي خزروني كانت تحتو على المدرب ما تشوفش باللي هذ المدرب جا متأخر وما كاش عنده الوقت باش يحضر لربما الاستقرار هو اللي كان حيعطي نتيجة احسن من هذا اسمح لي اسمح لي هذي تعمت اخر حكينا علي هكذا وبصلاة وشتاع وما كاش سمحني خاش فلاب المدرب كي جي تطي لي ما شتاع وتعرف اذا باختصار خزروني المدرب بلي كنز لا يصلح ان يكون مدرب المتخب الوطني انا لي لا يصلح وقلتها صغير هذا شاطر الرأي زهر جلول انا مقدرش نقولك يصلح ميصلاش ولا نقولك ضعيف ضعيف لان القراءة سبحان الله سمح لي مليح وليد تم مدرب تقعت في البنك تاع الاحتيار وتقرأ اللعب عندما تغير تغير تغيرتاك لا كم يقولك لازم يجيب تمارتاو وتدي تغيرات تدير قراءة اللعب تبدل اللعب تبدل سيستان تبدل لازم تصيب حل لانه لو تخسر هاد المباراة رح تكون كاريتا وحنا خسرناها اليوم اذا زهرت ما قلت هاش بصراح العبارة لكن نفهمو باللي المدرب يعني ماشي هو المناسب للمنتخب بحجم الجزائر ما نقدرش نشوف انا ما نقدرش انا مدرب ما نقدرش معلش معلش حتى شفناه في المباراة الاولى وشفناه في المبارايتين الاولين تصفيات تعكاس العالم وشفناه في المبارايتين اليوم ما شفناش لمسة تعال مدرب ما شفناش الكاريزمة تعال مدرب ما شفناش الدكاء تعال مدرب لانه اليوم اليوم تونس الفريق التونسي نحبو ننكره ربحونا بدكاء كانت عندهم الرزانة فوق الميدان عرفوا كيفش يسيروا المباراة اكستراوردينار باسكو علي سمحلي محمد باسكو علي شنقول لك باسكو رهم يلعبوا ضد فريق جزائري حتى الاراء تالجماهير تحهم حتى كما يقول لك التكنيسين تحهم كلهم قال لك راجيري اللي تربح قال لك الجزائر اللي تفوز بصح حقيقة الميدان وش بيينت بيينت من الجزائر خسرت دو كال فاسان دو كال مانيار لا من ناحية كما يقول لك التاكتيكية ولا من ناحية البدنية ولا الاندفاع البدني ولا كما يقول لك نظام ولا كان كما يقول لك التاكتيك ولا كان ما شفنا ولا شي ما شفنا محز ما شفنا سليماني ما شفنا إبراهيمي ما شفنا ولا واحد حتى عسلة حتى عسلة ما يساش في اليدو بير بصك البرمير بير سيتي ان كونت ودوزين من الستامبيناتي نقط ما تقدش تحكم على اللعابين ولكن اللعابين اللي كنا نسنو منهم الكثير ما شفنا عمش ايدا خزروني نتحدث عن المنتخب الوطني والمدرب لربما هذا صار نفتحه قوس كيف سيكون ما صير المنتخب الوطني بعد كأس أمم إفريقيا يا وليد أنا كنت في حصة أقدر في تلفازها وداروا مكالمة هاتفية مع خالد بدر اللي هو جوار تاع المنتخب التونسي هو كان يخدم معها لباك باللي خالد بدر أخدم معها لي كنس قلنا والله غير سمحولي أنا كنت متغر أمام متأثف أنه شفت الجزائر كمنتخب جزائري يملك لعبين اللبس بيهم حتى المدرب تونسي شتيالي قال نفس الشيء سامحني قال لهم كيفاش اليوم المنتخب الجزائري بهذه الأرمضة اللعبين يجيبوا لهم أنو ترينير اللي أنا سمحولي هو يقول ماشينا قلت خالد بدراء ستنجوه ريس بيكتوري لبس بيه عنده مستوى وخدم عاكت عنده لوقات يخدمها قال لك والله هي ضعيف 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 اليوم احنا معليش هسيدي ضعيف هذا المدرب ضعيف كيفاش اليوم مقابلة كما هادي شفنا تحشم أنك تقول اليوم المنتخب الجزائري ما شفناش ما شفنا والو من غير إذن خزنوني لو تسمح خزنوني فقط لو تسمح فاصل قصير ثم نواصل مشاهدين الكرام ابقوا معنا مشاهدين الكرام عودة مجددة إلى الجزء الثاني من برنامج فوت بلوس حديثنا متواصل دائما عن خسارة المنتخب الوطني زهر جلول لربما هذه الخسارة يعني تدعونا لفتح أسباب هذه المشاكل اللي يعاني منها المنتخب الوطني الأسباب كثيرة وعدة ومعروفة أنا نقول لك كان أمور كثيرة لازم تتغير لازم تغير في النظرية كما يقول لك خاصة النظرة لكورة القدم الجزائرية على مدى المتوسط ومدى البعيد لأنه لازم نقول له التكوين عودة نقول له كما يقول لك اللعب المحلي إذن صهير نسألك جاوبني بصراحة فقط هل حان وقت التغيير وعلى رأسهم محمد راوراوة نا تقول هنا محمد راوراوة ما نقدرش نجاوبك أنا هاتشي محمد راوراوة اليوم هو على رئيس إتحادية اليوم خاصة الجزائر أنا نقول لك لازم تنحي محمد راوراوة أنا نقول لك لازم نغير النظرة لازم نغير الفلسفة تعكورة القدم الجزائرية لازم نشوف نعود نشوف أشياء كثيرة وشوصاري لأن لو نشوف اليوم المتخب الوطني ونشوف اليوم البطولة الوطنية تعرف كل شيء لأن البطولة الوطنية تعنا راهي في مريضة راهي في إنعاش راهي ما كاش لعب محلي اليوم ينشط في المنتخب الوطني ويعطي كما يقول زهر ما قولوش كأس أمم إفريقيا هو السبب فقط لكن كما يقول القطرة التي أفضت الكأس نعم كأس إفريقيا دوكن تايا شوف سمح لي باش الناس تفهم كأس أمم إفريقيا واش هو الاختبار الحقيقي باش تعرف المستوى بتاع المنتخب بتاعنا ورا ما نشوفوش كما يقول كما يقول كلاس موفيفا ما عنده حتى معنا هن Sleep هنبان الفريق بتاعنا ورا اليوم الفريق التونسي فريق بروا bones رهيك حنا نبعد عليه في كل شيء أنا يقول لك من ناحية اللعبين من ناحية الاسم كما يقول لك كل شيء اليوم الفريق التونسي أعطانا ضرس أعطانا الضرس الارض لا في البحر لا مدينة ولا كورة معها واش معنتها وراهي الارادة وراهي حب الوطن وراهي حب الفوز لازم تغرس في قلوب اللاعبين هاد ولم عندكش انت مدرب لما يعرفش يوصل هاد الاشياء للعبين وينح تروح وينح تروح تخسر مع موريطانيا تخسر تخسر مع اي فريق اليوم احنا حبينا نشوفوا هاد الفريق كان لازم يخرج من القوقعة تاعه في هاد المباراة كنا لازم نربحه مربحناش نزيد نقول شي تاني حنا في المباراة الاولى ضد الفريق زينباوي شفنا في الشوطه الثاني فريق تاعنا طلع عن بويسانس وينعود ارجع في المباراة ودار تعادل اليوم ما شفنا شفنا فريق التونسي يلعب كورة ويلعب المرتدات والكورة في الارض ويخدم دونيز انترفال ويعرفش يصير مباراة تاو حتى يكمل بالصح عندما تخل هاني في الدقائق الاخيرة واتخل هاد عبيد مهدي وعندما انتهت المباراة وراهي وراهي لمسة على المدرب وراهي لمسة وقتاش نفوز كيدخل هاني كيدخل هاني كيدخل الحكم نهاية مباراة يدخل هاني ما عندها ما عنداش عقل الاكيد انه بعد كأس امم افريقيا يجب تغيير كثير من الاشياء خزروني بعد كأس العالم 2014 غيرنا مدربين ممشاش غيرنا لعبين غيرنا طاقم الفني ما تشوفش بليلا ربما شخصيا محمد روراوى لازم يتغير نعم نجاوبك على حساب طريقتي انا نحكي لك هذه هي النتيجة لي انسان ما يخدم وحده وستدير الفيدراليات تخدم برايها الخاص لانه كاين ناس كاين ناس مختصين بس كاين بزاف اللي همشوهم حطوهم ديوكوتي وقالو لهم بلي توم ما تصلحوش بس وستدجون لي يعرفوهوهوهوهوهواليوم لو كان نقلبولها في فيدرالية ونقلبوا المنتخب الجزائري نعتيني الاسموات اللي راي تدور في المنتخب الجزائري من ناحية لا المدربين او المسيرين او التكنيك ولا التكنيك ولا التكالي فتفل لهمشوش ناس وخلاوش ناس ولكين اليوم نحن احنا نحنا لم تتعالى تكريتيك نحنا نحب الجزائر نحنا نحب فريق الوطني الجزائري وهدي ما كي يتعالى نحن في الداء وانا بحات عن الدواء انا خزروني مشي زهير خزروني اكيد الدواء اللي كتاهدر عليه هتا انا جيت باش نتكلم عن المقابلة تاليوم المقابلة تاليوم تأثرت بزاف انا كنت انا ديما نقول لازم نكون اوبتيميست ولكن اليوم المقابلة تاليوم سمحلي كنا ضعاف في كلش ما شرفناش جزائر احسن احسن كما احنا نقولوا ما كناش في تيران يوم ما شفناش اللمساتة على المدرب ما شفناش لاعبين عندهم حيوية ما شفناش تنسيق ما شفناش كورات لابس بها ما شفناش لفريشورت عن جوارت وعنا هذه هي الناس اللي تحوزها ما ربحناش لديوال ما ربحنا والو مقابلة للنسيان مقابلة كارثية ولكن المنتخب التونسي اعطانا درس اعطانا درس بيش بس كما عندوش الامكانيات اللي عدنا احنا ما عندوش الشي اللي رعدنا احنا ما عندوش اليوم كيفاش احنا سير بابي الميرجوار اليوم عندك محرز اغلى لاعب بارمين الميرجوار افريكا الميرجوار في الانجليز ما شغل محرز الكثير من اللاعبين غزر عندك سليماني في فليستير عندك غولان في نابل عندك برايمي في بورتو عندك غازل هلنجر مكروات يا هادو اللاعبين صح سدجوال انديفيديوال بس طبار ما طاونا ويلو في الفريق الوطني جزائري اسمحلي ما طاونا ويلو في الفريق الوطني الجزائري بأني نديروه الاحصائيات ونشوفوا له هادو اعطاونا في الفريق الوطني الجزائري واش اطالنا؟ واش اطاولنا؟ محمد انا حبيت نقول لك برك اليوم لا تنستخلوش اليوم الشعب الجزائري بس كيف احنا نحبو الجزائري من القلب اليوم الشعب الجزائري واش نيا خسروني حتى الشعب الجزائري الحالة الي اراك فيها يعني كل الشعب الجزائري متحسر على هذه الخسارة نتابع تصريحات لانصار بعد مباراة تونس ثم نواسل متأسين بزا 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 من الجهودات الي قمت بها الجزائر وها مسؤولين العرية دورهم انتهزموا حاجرين مشاروش انا نبكيو هلا انتوليك الماشتاع اليوم اللي جوان انتوليكا مساكن ديرو اللي لهم لازم بروشانمو كيما يقول لك لازم يكون عندنا لحظ كبير باش نقدرون نربحو واشا هنقول لك واشا الله في آخر وخلاص الجمهور ما فقدش العمل مازال متفاعلين مازال متفاعلين بيانسور بس كحنا مازالنا نعدو نتفكروا وضربة عنا خسرنا ثلاثة سيفر مع ملاوي ودرنا ننويل مع اونغولا وهدف واحد مع مالي وانشاء الله انشاء الله نركو بيري وتروازي الماتش يعني الفريق الجزائري مولف ربما يدير بدايات صعبة في الكاس بدايات صعبة بسحة نحن نوجه نيداء لهم التنسيق لازم يكتروا التنسيق ما بيناتهم بس كالفرضيات واحدها ما تدير والو لازم يلعبوا لعب جامعي يديروا يسبوها كرة القادم واشون قولكم بسحة هم توانسا كومام رام خاوتنا دوزيامية طو دوزيامية طو كان ضعيف جدا في كل الخطط خاصة بالنسبة للغولام و هيريد الصعب ولهليcimento ليفعلوا شيئا في الشوت الثاني والتعب ظهر على مxt هم حاجة الكفل للاعبين ALC نعمل لحض negócio ما ضع صمع собой نعمل자� coisa وانهم لا يملكوا هي احدهم من الأشخاص للغاية وانهم نحن 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 نبس هل لم يسمون بحثوا سليماني و لم يسمون البعض؟ لدينا البعض نحن يعني روضي وماذا يسمون بحثوا فضل ومن انه مطارق في الدار جاءوا هنا الدنيا كل فرحانا عند بالهم هذين يجواروا يفرحونا بالصحنا قلنا لهم لعبوا الأرض لعبوا اسمه مكان ولو شكرا للزميلة سنين مكتونيف زهر جلول ملامح الحصرة كانت بادية على وجه الجزائريين رغم هذا كانت بعض الأنصار المتفائلين بتحقيق تأهل كما نقول لك الآن راح تختلف ولكن الحقيقة مرة الحقيقة مرة أن الجزائر تنهزم بهذا الأداء وبهذا النتيجة أنا أظن يابوكو تشوزا وفواخ كان واحد من المناصرين تكلم على المالاوي عندما الجزائر خسرت مع المالاوي 3-0 أنا أذكر هذا كما يقول لك السيد هذا اللي كان يتكلم كان طاقم فني محلي محلي 100% ورحنا نصف نهائي في نهائيات كاسيفرقية أعطينا مفتاح تأهل الآن مفتاح تأهل هو لازم تكون كما يقول لك بالعامية باش كل وحد يفهم وشان يقول لأن الكلام بتاعي فيها فيها يقدر لازم تكون النية لما وما تكونش نية بين الطاقم الفني والمسيرين واللعبين والله ما ترحبا اليوم الفريق التاعنا لازم يتجدد اليوم الفريق التاعنا لازم يجيب شبان ولازم تعاود للتكوين وتعاود لمدرب المحلي وتعاود للتنظيم وتعاود لان نقول اليوم الفريق تتعنا كل امور متوفرة ليه وبزيادة اسكو هذا هو الحل وما عندكش صح الصح مكاش الروح المجموعة مكاش الروح الوطنية مكاش النيا مكاش كل شي مكاش هاو النتيجة اي فريق منذ مدة كانت بعد الانتصارات هي اللي كانت الشجرة اللي كانت تغطي لغربة معامن انتصارات بعد منتخابات اي فريق بارك الله فيك بعد منتخابات يعني المغمورة وش قلت لك وليد وش قلت لك باش الجمهور منغلطوش الجمهورتانا حنا نحبوا بلادنا احنا قلبنا ويتقطع عندما نشوفو فريق تعنا يخسر بهذا الطريقة وبهذا الصفة مع جار ليهو كان داخل وعلى بلو بلو خاسر المباراة ومبعد ساب روحو متأهل احنا نقول لك اليوم شوف وليد اليوم الفريق تعنا لازم له تجديد وتغيير من كل شيء لان نشوف احنا الحل تعنا الوحيد الحل الوحيد وشن هو هو نعاود نقول له للتكوين واللاعب المحلي والمدرب المحلي انا قلتها لك بصريحة العبارة اليوم احنا كما نديروش مخطط على المدى المتوسط والبعيد باش نخرجوا بهذه المشكلة راح نطيعه حوض حتى المنتخبات الافريقية هادو الصغار اللي قلنا عودوا ظهروا بقوة ولكن الكثير منهم كنتخبات الاحبين متكونين مندو الصغار guards صحة شفت كيف!? هاك بديت تفهم هل اختصوا هذا konk kalo أخير؟ هل اختصوا جيدة؟ هو أنهم اختصوا في الخليبات منواح إذا كانون منظمة نارسل في سجل الجهزين وهموا في الحرارات وردتكين إلى الملح ومارسل، مرزونًا كانوا يساعدون مجموعة مع مجموعة ومن ثم يستفادوا الفريق الوطني يتحمل ونرى غانا ونرى سينيغال ونرى كود ايوار ونرى نيجيريا ونرى كل هذه الفرق ونحن ايضا كما يقول العرب مصر داتها تلت خطرات متتالية لماذا؟ لأنها اعتمت على اللعب المحلي والمدرب المحلي ماذا تغيرت الأمور؟ او لا؟ يجيبوا المدربين ويجيبوا كده؟ حتى تاريخ المنتخب الوطني تأهلت الى المغرب كذلك تونس بمدرب محلي والليبيا كذلك عاودوا لي شوية الوراء ماذا دينام كأس افريقيا؟ واحدة مع المرحوم الله يرحمه كرم عليك حتى تأهلت الى المنديال وكل النتائج الايجابية المنتخب الوطني مع مدربين محليين محليين بارك الله فيك وليهذا ما ليش نقول لك اللعبين اللي جونا من أوروبا جزائيين مهم جزائيين حاجة لا مام احنا كي كنا ان بلاس احنا استجلنا بهم لأن اللعبين كانوا كم يقول لك اعطاوا الدور تهم وكاين اللعبين اللي عندهم قول لك حاجة هادي شهادة لله عندهم روح الوطنية قاسة منك بالله غير اكتر بالك مني ومنك والله يبكوا على الجزائر بس صح الأمور تغيرت الامور تغيرت احنا كي كانوا يجوا لعدنا كانوا يضحيوا بالعطلة تهم كانوا انا نعطيك زوج لعبين زوج لعبين من هم غازال اللي تحدتنا عليه في الاعداد السابقة هادك ننسينا نعطيك زوج لعبين كاين مطموع وكاين عنطر يحيا الزواج تهم ما قدرواش يديروه ما قدرواش يبروغراميوه طرواه كاتفوه رام علاقات الحياة وسقسهم طرواه كاتفوه هم يديرو فلا ذات ويبدلوه يقول لي شيخ انا وقتش نزوج لا دات التاعي لازم نديرها بسكول كاين دات فيفا كاين لانطرينمان كاين بريباراسيون كاين هدي كاين هدي ضحاوا بكل شيء بارك الله ضحاوا بكل شيء لان حب الوطني وكانوا حبين ينجحوا والحمد لله داروا الدورتهم ويقعدوا في تاريخ ولهذا انا اقول لك وراه هاد النية وراه هاد العقلية لازم نولو نعاود ونبنيه ومنظاره جديد ماشي عيب كي تبنيه وماشي عيب كي تخسر وماشي عيب كي تدير الملعيب كي تعاود تكرر دايما الناس الأخطاء هاد هو العيب شكرا زهير اذا خزروني على ما اظن زهير جلول قال كلش هل توفقوا الرأي؟ انا اقول بلي اذا كان الناخ بالوطني الجزيري والفيدرالية انا تجيب مدرب من سنف لكينس كانت يفوميو تجيب انوطينار الجريا لا يعني ينفهمون انت يا ماراكش ضد المدرب الاجنبي في حال يكون مدرب يعني عندك فاقة انا مانش كونت رانايا ماشي لازم يكون الجريا بس لازم يكون على حسب صنعة الجزائر على صنعة الفارق تانا ولكن جي مدرب جي مدرب عنده اسم كبير مجيوش مدرب انو هو التالي انا يا برموه هو التالي في حتى مدرب كانت عنده تجهل بس سابق مع المنتخب الوطني ولكن فيما يخصنا اللعابين انا والله كيما قال زهير انا من منقولش بلي سيدي جوار عندهم يحبوا وطنهم يحبوا ولكن اليوم نهضروا على المقابلة مانش نهضروا على انشك في واحد نهضروا على المقابلة اليوم اللي كانت كارثية احنا ونيلا باش نشوفوا المقابلة نسقع حتى الانصار حتى الشعب تاعنا ما ادبوش طريقة لعب تاع المنتخب الجزائري الي اليوم ما شفناش محرز ما شفناش غلام ما شفناش بنطالب ما شفناش قديورة ما شفناش حتى متلعاب اليوم سرتو الوسط الميدان الي كان كارثي وهذه خلصناها لانه مني حي فيدك المدرب اليوم وما حي فيدك النقب الوطني نهضروا على مدرب نعضروا على مدرب نهضروا على التشكيلة اليوم في المقابلة ضد المنتخب Zimbabwe اذا اردت محطة عندما يحتاج إليها اجتماع في المكان وزيد من أجواء الشيء يجب أن يلعب عقلي يجب أن يلعب عقلياً ويجب أن يجب أن يكون الفريق وهذه كوبد أفريك أن يكون حرارة وطبا وهذه الجوار يجب أن يكون لديهم لأنه يجب أن يجب أن تنظر وهذه ترجع لأن الفيدرالية الجزائرية ما دارت خدمتها 100% خدمت دون لصنص هنا هنا قائس اللي تشوفها في صالوني سمح لي هني جايك هني جايك هذه البلاد فيها 40 مليون ما نجمناش من 40 مليون نجيب وحداش اللعاب اليوم على هشكوا في المدربين انتواعنا ونشكلوا في اللعاب انتواعنا ونشكوا فيهم في كلش رجعونا مكاش انك باش تروح انك تقرأ لازم تجوز على هذا وتجوز على هذا على هذا التعجيز هذا قاعد باش تبقى تسير الفيدرالية بالطريقة اللي رعا محبيناهما بالطريقة اللي رعا محبيناهما قل لك نهم شو انتاكي في انجوار لعب في الفريق الوطني الجزائري دي زونس يا جوار عندوا الفيكو تاو تحبوا لا تكره قلتوا على ديبلوم يا باتسوسي يروح يدير ديبلوم تاو اعطي له ديبلوم اللي رايح يحوسه ليه ويروح يدير ريسي كراش يروح يقرأ حتى اذا ما كانش المديري بالرئيسي يساعد بالخبرة دياله المنتخب الوطني زيد كيفا في المنتخب الوطني الجزائري اليوم كانوا كان سعدان وكان زوهير وكذا تحس باللي هذو الناس هما اللي راح يدعموا الفريق هما اللي راح يقول الكلمة ليه كانس اليوم جاب لنا ونطرنا معنا بنشكون جابوا جابوا ثاني الجوار مجيد بوغرا مجيد بوغرا كنا ننتظروا منه الكتير هل شفت تدور تعاد اللاعب خزروني فوش راح يدير بوغرا صحي اول باسكو سيتان جوار غير كما حبس البوطول اكذا بصح لا ما كاش دي جوار الجرياء ليكونوا في الكيب على هذو الهذا على هذو التهميش قال لك تبتدي غير واش تحصد هذا واش كاين استدرك وزي الكلمة اللي قال لها شابه زوير ورني معاه النية نية الفريق الوطني الجزائري ما كاش نية كاين اسمع لو كان دخل بالك تبان كلون تبان كلون لي ما يخلاش ما يخلاش ما يخلاش باسكو الآن اليوم لو كان ما كاش دكت في البلاطوات اليوم ما كاش دكت في البلاطوات اسكو راح يكون بفتاح اسكو راح يكون حتى ب سبعيني اسكو لو كانوا يكون الناس اللي هذرت في المل begunواهماي ما يكونوا والله ما يكونوا صحيح صح كلنص بوطول دي جد نحن يعانوه في الإفريقيا ثلاث مرات. لا, لكن ليس لذلك أن يلعب نفس الدولة. لا، لذلك أن يلعب من أسفلfire كيف كيف. وعد الشاك وديهم لا يلعب فيه. لا يلعب من أسطف، لا يلعب من أسطف. هيا، هيا،، هل يتسلم عن يبداع بمنا؟ لن تلعب منتخب بشري؟ إن تلعب بساره وأذهب لنا. وعمل بدأ من أسلاطين في إفريقيا. مان من أن تلعب بشري في البطولة الأوروبية. ما من اللي ما عندوش يلابوا بطلات أوروبية تصيبهم يلابوا في أن كلاب واحد شكرا خزروني إذن بعد ما تابعنا ردة فعل أنصار المنتخب الوطني هنا بالجزائر نتابع ردة فعل أنصار الخضر بالقابون تصيبهم يلابوا بطلات أوروبية 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 اشتركوا في القناة 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 ما تلعاش بقلبك الفوتبال يتلعب بالرجل ويتلعب بالمخ ويتلعب بالروح القتالية باش انهم يوصلوا ويلعبوا ينجموا باش كما قلت الفوتبال سيبا يصونز اكزاكت ان شاء الله هنتكاليفه شكرا لك خزروني اذا المشاهدين الكرام نطوي ملف المنتخب الوطني للحديث عن المباراة الاخرى في المجموعة التانية لكن بعد الفاصل ابقوا معنا مشاهدين الكرام عودة مجددة الى الجزء التاني من برنامج فوت بلوس حديثنا متواصل دائما عن خسارة المنتخب الوطني زهر جلول لربما هذه الخسارة تدعونا لفتح اسباب هذه المشاكل اللي عاني منها المنتخب الوطني لا الاسباب كثيرة وعدة ومعروفة انا نقول لك كان امور كثيرة لازم تتغير لازم تغير في النظرية على كم يقول لك خاصة النظرة لكورة القدم الجزائرية على مدى المتوسط ومدى البعيد لان لازم نقول له التكوين عودة نقول له كم يقول لك اللعب المحلي ايضا سوهر نسألك جاوبني بصراحة فقط هل حان وقت التغيير وعلى رأسهم محمد راوراوة نا تقول لنا محمد راوراوة لا نقدرش نجاوبك انا هاتشي محمد راورا اليوم هو على رئيس اتحادية اليوم خاصة الجزائر انا نقول لك لازم تنحي محمد راورا انا نقول لك لازم نغير النظرة تانا لازم نغير الفلسفة تأكورة القدم الجزائرية نازم نشوفه نعود نشوفه اشياء كثيرة وشوصاري لان لو نشوف اليوم المنتخب الوطني ونشوف اليوم البطولة الوطنية تعرف كل شيء لان البطولة الوطنية تعنا راها في مريضة راها في انعاش راها ما كاش لعب محلي اليوم ينشط في المنتخب الوطني ويعطي كما يقول زهر ما يقولوش كأس امم افريقيا هو السبب فقط لكن كما يقولو القطرة التي تفضت الكأس نعم كأس افريقيا دوكن تايا دوكن شوف سمح لي باش الناس تفهم كأس امم افريقيا واش هو الاختبار الحقيقي باش تعرف المستوى تاع المنتخب بتاعنا وراه ما نشوفوش كما يقولو كلاس موفيفا ما عنده حتى معنا هنا هنا نبان الفريق التاعنا وراه اليوم الفريق التونسي فريق اللي يراه هو كما يقولوك حنا نبعد عليه في كل شيء انا يقولوك من ناحية اللعبين من ناحية الاسم من ناحية كما يقولوك كل شيء اليوم الفريق التونسي اعطانا درس اعطانا درس في كل شيء في الانضباط اعطانا درس في الاخلاق اعطانا درس في الروح القتالية في الروح الوطنية في الارادة مدينة ولا كورة معاه مدينة لا في السماء لا في الارض لا في البحر مدينة ولا كورة معاه وش معنتها وراهي الإرادة وراهي حب الوطن وراهي حب الفوز لازم تغرس في قلوب اللعبين هاد ولم عندكش انت مدرب لم يعرفش يوصل هاد الاشياء للعبين وينح تروح وينح تروح تخسر مع موريطانيا تخسر تخسر مع اي فريق اليوم احنا حبينا نشوفوا هاد الفريق كان لازم يخرج من القوقعة تاعو في هاد المباراة كنا لازم نربح ونربحناش نزيد نقول لك شي تاني حنا في المباراة الاولى ضد الفريق زينباوي شفنا في الشوطة التانية فريق تاعنا طلع عن بويسانس وينعود ارجع في المباراة ودار تعادل اليوم ما شفناش في الشوطة التانية شفنا فريق التونسي يلعب كورة ويلعب المرتدات والكورة في الارض ويخدم ضونيز انتيرفال ويعرف كيف يصير مباراة تاو حتى يكمل بالصح عندما تخل هاني في الدقائق الاخيرة ودخل هاد عبيد مهدي انتهت المباراة وراه اللمسة على المدرب وراه اللمسة على المدرب وقتاش انفوز كيدخل هاني كيصفر نهاية المباراة يدخل هاني ما عندها ما عنداش عقل الاكيد انه بعد كأس امم افريقيا يجب تغيير كثير من الاشياء خزروني بعد كأس العالم 2014 غيرنا مدريبين ممشاش غيرنا لعبين غيرنا طاقم الفني ما تشوش بليلا ربما شخصيا محمد روراوة لازم يتغير نو نجاوبك على حساب طريقتي انا نحكيلك هذه هي النتيجة اللي انسان ما يخدم وحده واستدار الفيدراليات تخدم برايها الخاص لانه كاينا ناس مختصين بس كاينا بزاف اللي همشوهم حطوهم ديوكوتي وقالوا لهم بليتوما ما تصلحوش بسو سيداجون اللي يعرفوه هذا واليوم اللي كان نقلبوه في فيدرالية ونقلبوه المنتخب الجزائري أعطيني الاسماوات اللي راي تدور في المنتخب الجزائري من ناحية المدربين أو المسيرين أو الانفا الوستاف تكنيك ولا الوستاف ادمنستراتي دونك صدير همشوشي ناس وخلوشي ناس ولكن اليوم احنا هوني لا مش بسي بابور فاردي كريتيك هوني 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 فاردي كريتيك كونستوكتوف احنا نحبو الجزائر احنا نحبو الفريق الوطني الجزائري وهدي ما فيه زهير نحن في الداء وانا بحات عن الدواء انا خزروني ماشي زهير وليد خزروني اكيد دونك دونك الدول لك تهدر عليه هتاب انا جيت باش نتكلم على المقابلة تا اليوم المقابلة تا اليوم تأثرت بزاف انا كنت اوفا انا ديما نقول لازم يكون اوبتيميست ولكن اليوم المقابلة تا اليوم سمح لي كنا ضعف في كلش ما ما شرفناش جزائر احسن احسن كما احنا نقولو ما كناش في التيران يوم ما شفناش اللمساتة المدرب ما شفناش لعابين عندهم حيوية ما شفناش تنسيق ما شفناش كورات لابس بها ما شفناش لفريشور تا عن جوار تواعنا هادي هي النس اللي تحوز مربحناش لديويل مربحنا اللي ترس وقد دخلنا لا نعنوش الإمكانيات لا نعندوش الاشئة اللي لقنا ما نعندوش اليوم كيفipاش احنا سعري ما شفنis لي الله 番 Devine او والله اليوم عندك محرز اغلى لعب اكبر ان يحوز снимري ما شفن سمجل عشان من اللاعب ترون عند الخضير isme لان غول النابل عندك برايمي في بورتو عندك غازل في غازل هذو اللقابين صح سيدي جوال انديفيدويل بالصح ما طاولنا والو في الفريق الوطني الجزائري سمح لي ما طاولنا والو في الفريق الوطني الجزائري ايا نديروا الاحصائيات ونشوفوا له هذو اطاولنا في الفريق الوطني الجزائري واش اطاولنا واش اطاولنا انا حبيت نقول لك برك اليوم ما تمستخلوش اليوم الشعب الجزائري بس كيس احنا نحبو الجزائري من القلب اليوم الشعب الجزائري خسروني حتى الشعب الجزائري الحالة اللي يراك فيها يعني كل الشعب الجزائري متحسر على هذه الخسارة نتابع تصريحات الأنصار بعد مباراة تونس ثم نواسل نتأسين بزا 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 من الجهودات اللي قمت بها الجزائر وها مسؤولين العرية دورهم نتهزموا حاجة لي ما تشربش أنا نبكيو هل أنتوليك المشتاع اليوم اللي جوان أنتوليك مساكن ديروالي لهم لازم بروشانمو كيما يقول لك لازم يكون عندنا لحظ كبير باش نقدرون نربحه واشا هنقول لك وان شاء الله في آخر وخلاص الجمهور ما فقدش العمل مازال متفاعلين مازال متفاعلين بيانسور بس كحنا مازالنا نعدو نتفكروا الضربة تعالى نرخصرنا ثلاثة سيفر مع مالاوي ودرنا ننيل مع مع أونغولا وهدف واحد مع مالي وإن شاء الله إن شاء الله نركي بيري وطروا زيان ماتش يعني الفريق الجزائري مولف ربما يدير بدايات صعبة في الكاس بدايات صعبة بسحة نحن نجحون إيداء لهم التنسيق لازم يكتروا التنسيق ما بينتهم بس كالفرديات وحدها ما تدير والو لازم يلعبوا لعب جامعي يديروا يسبوها كرة القادم واشو نقول لكم بسحة هم توانسا كومام رام خاوتنا ووالا دونك ربحونا دو دو استهلوا بسك حنا فينا المو الدوزياميطان ما درناش لفور وما درناش كما يقول لكم ما لعبناش كما لازم الحال رانم كلاسيين كاتر ايام برسونل مو أنا جو فبلي سنسير مو شبنس بان روحوا بعيد الدوزياميطان كان يعني ضعيف جدا يعني خاف كل الخطط خاصة بالنسبة للغولام ومحرز والحجوم لم يفعل شيئا في الشوت الثاني والتعاب ظهر على جل اللاعبين يعني 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 أسف شديد يعني مع قوتل الخيبة يعني منش قادر مهدر يعني دمي برود دم برود يزنوا يزنوا مي يزنوا ما يزنوا 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 سميحيلي مي تونس يزنوا نور تعد تغا هو في الحقيقة تشوفي الشعب الجزائري أنتم كصحافة وشفتوا بعينكم واحد يقريب ما يبقى في الدار جاءوا قاع هنا الدنيا كل فرحانة عند بالهم هذه الجوار يفرحونا بالصح نقول لهم لعبوا الأرض لعبوا اسمه مكان ولو شكرا للزميلة سلين مكتونيف زهر جلول ملامح الحصرة كانت بادية على أوجه الجزائري رغم هذا كانت بعض الأنصار المتفائلين بتحقيق تيا أهل لا كما نقول لك الآراح تختلف ولكن الحقيقة مرة الحقيقة مرة أن الجزائر تنهزم بهذا الأداء وبهذا النتيجة أنا أظن يابوكو تشوزا وفوغ كان واحد من المناصرين تكلم على المالاوي عندما الجزائر خسرت مع المالاوي 3-0 أنا أذكر هذا كما يقول لك السيد هذا اللي كان يتكلم كان طاقم فني محلي محلي 100% ورحنا نصف نهائي في نهائيات كاسي فريقيا أعطينا مفتاح تأهل الآن مفتاح تأهل هو لازم تكون كما يقول لك بالعمية باش كل واحد كل واحد يفهم وشان ينقول لأن الكلام تاعي فيها فيها لازم تكون النية لما تكون ش النية في الفريق وما تكون ش النية بين الطاقم الفني ومسيرين واللعبين والله ما ترحبا اليوم الفريق التاعنا لازم يتجدد اليوم الفريق التاعنا لازم يجيب شبان ولازم تعاود تولي للتكوين وتعاود تولي المدرب المحلي وتعاود تولي للتنظيم وتعاود تولي للتسيير لأن نقول اليوم الفريق التاعنا كل أمور متوفرة له وبزيادة اسكو هذا هو الحل وما عندكش صح الصح مكاش الروح المجموعة مكاش الروح الوطنية مكاش النيا مكاش كل شي مكاش هاو النتيجة اي فريق منذ مدة كانت بعد الانتصارات اللي كانت الشجرة اللي كانت تغطي الغربة معا من انتصارات بعد منتخابات افريحي بارك الله فيك بعد منتخابات عن المغمورة وش قلت لك وليد وش قلت لك باش الجمهور منغلطوش الجمهورتانا احنا نحبوا بلادنا احنا قلبنا ويتقطع عن ما نشوفو فريق تعنا يخسر بهذه الطريقة وبهذه الصفة معه جار اللي هو كان داخل وعلى باله بله وخاسر المباراة ومبعد صاب روحه متأهل احنا نقول لك اليوم شوف وليد اليوم الفريق تعنا لازم له تجديد وتغيير من كل شي لان نشوف احنا الحل تعنا الوحيد الحل الوحيد وشن هو هو نعود نقول له للتكوين واللعب المحلي والمدرب المحلي انا قلت لك بصريحة العبارة اليوم احنا كمانديروش مخطط على هذا المدى المتوسط والبعيد باش نخرجوا بهذه المشكلة راح نطيحوه دون زين جروب حتى المنتخبات الافريقية هادو الصغار اللي قلنا عودوا دهروا بقوة الكتير منهم منتخبات لاعبين متكونين منذ الصغار يعني كيف كيف يعطيك الصحة شفت كيفاش هاك بديت تفهم لك هو معلش فهمو احنا ما فهمناش هو معلش فهمو جا هاد الناس ووش دارو حتي هاد الناس ووش دارو جا سينيو دي battlefield ألي ك苍ه الدكسان كيف οل Pol распبايديm بار brassلون ميلان جا بوهم دارو مأهم لخل دارو دي تتس هن formidable درو دي بتده facility quez تتس هن دي LLC أبعد أين موليح باتو الإ Auswirk low باتو الروبا باتو الروبا أولا dire هذه البلاء أولي رحو يسينيو دي سوف نرى غانا سينيغال كود ايوار نيجيريا ونرى كل هذه الفرق ومصر كانت مصر ثلاث خطرات متتالية لماذا؟ لأن اعتمد على اللعب المحلي والمدرب المحلي ماذا تغيرت الأمور؟ ويجيبوا المدربين ويجيبوا كده؟ حتى تاريخ المنتخب الوطني تأهلت الى المدرب الفريقية بمدرب محلي وليبيا كذلك عاودوا لي قليلا الوراء ماذا دينام كأس افريقيا؟ واحدة مع المرحوم الله يرحمه كرم عليك حتى تأهلت الى المنديال وكل النتائج الايجابية المنتخب الوطني مع مدربين محليين محليين بارك الله وفيك وليهذا لماذا نقول لك اللعبين اللي جونا من اوروبا جزائيين مهم جزائيين حاجة لا نحنا كي كنا نحنا استجلنا بهم لأن اللعبين كما يقول لك اعطاوا الدور تحهم وكاين اللعبين اللي عندهم قول لك حاجة هذه شهادة لله عندهم روح الوطنية قاسة منك بالله غير اكتر بالك مني ومنك والله يبكوا على الجزائري بس الحال الامور تغيرت الامور تغيرت احنا كي كانوا يجو لعدنا كانوا يضحيوا بالعطلات تحهم كانوا انا نعطيك زوج لعبين زوج لعبين من هم غازال اللي تحدثنا عليه في الاعداد السابقة نعطيك زوج لعبين كاين مطموع وكاين عنطر يحيا الزواج تحهم ما قدرواش يديروه ما قدرواش يبروغراميوه طرواه كاتفوه رام علاقية للحياة وسقسهم طرواه كاتفوه هم يديرو فلادات ويبدلوه يقول لي شيخ انا وقتش نزوج لادات التاعي لازم نديرها بسكو كاين دات فيفا كاين لانطرينمان كاين بريباراسيون كاين هادي كاين هادي ضحاوا بكل شيء نسع بارك الله ضحاوا بكل شيء لان حب الوطني وكانوا حبين ينجحوا والحمد لله داروا الدورتهم ويقعدوا في تاريخ ولهذا انا اقول لك وراه هادى النية وراه هادى العقلية لازم نولو نعاود ونبنيه من ضاره جديد مشي عيب كي تبنيه ومشي عيب كي تخسر ومشي عيب كي تدير الملعيب كي تعاود تكرر دايما الناس الأخطاء هادى هو العيب شكرا زهير اذا خزروني على ما اضن زهير جلول قال كلش هل توافقوا الرأي؟ انا اقول بلا اذا كان الناخ بالوطني الجزائري والفيدرالية انا تجيب مدرب من السنف لكينس كانت يفوميو تجيب نونترنا للجريا يعني نفهموا انت انا مارك ش تدد المدرب الاجنبي لا في حال يكون مدرب يعني عندك فاقة لا 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 يكون الان انا ماشي لازم يكون الاجريا بس انا لازم يكون على حسب صمعة الجزائر على صمعة الفارق تانى بس كل ما نجي مدرب جي مدرب عنده اسم كبير لا يوجد مدرب أنه تجربة سابقة مع المنتخب الوطني ولكن فيما يخصنا للعابين، كما قال الزهير، لا أقول بالجوار يحبون وطنهم ولكن اليوم نهضروا على المقابلة، لا نشك في واحد ونشكوا لما نشك نهضروا على المقابلتها اليوم التي كانت كارثية نهضروا على المقابلة، حتى الأنصار، حتى الشعب لا يوجد طريقة لعبة المنتخب الجزائري اليوم لم نرى محرز، لم نرى غلام، لم نرى بن طالب، لم نرى قديورة، لم نرى حتى لعب اليوم سرتوا إلى وسط الميدان الذي كان كارثي، وهذا يخلصناها وين سوف يفيدك المدرب اليوم؟ وين سوف يفيدك النقب الوطني؟ تعتقد أنه في التشكيلة، اليوم في المقابلة، المنتخب زينبابوي شفت في الليغة ديورا، لم يكن لديه المكان وزيد، لابد من تجارة جوار مرة لا يلعب سيفيد، لكن لا يلعب سيفيد لابد من تجارة جوار مرة لفريقه، لكن مجرد سيفيد وهذه كوب دافريك فيها عامل تعالى الحرارة تعالى الرطوبة تعالى ديجا سيدلي جوارجا يسعون يتوفي بسكولا يفو بريباري وهذه ترجع لأنه الفيدرالية ونحضر هذه الفيدرالية الجزائرية ما دارت خدمتها 100% خدمت دون لسانس وزيد كينا وراء النقائس اللي تشوفها في صالوني سمح لي هني جايك هني جايك هذي البلاد فيها 40 مليون منجمناش من 40 مليون جيبوا 11 اللاعب اليوم عليها نشكوا في المدربين انتواعنا ونشكلوا في اللاعبين انتواعنا ونشكوا فيهم في كلش رجعونا مكاش انك باش تروح انك تقرأ لازم تجوز على هذا وتجوز على هذا على هذا التعجيز هذا قاعد باش تبقى تصير الفيدرالية بالطريقة اللي رام حبيناهما بالطريقة اللي رام حبيناهما قل لك نهمشون انت كيف ان جوار لعب في الفريق الوطني الجزائري دي زونس يا جوار عندوا الفيكو تاو تحبوا لا تقرأ قلتوا على ديبلوم يا باتسوسي يروح يدير ديبلوم تاو اعطي له ديبلوم اللي رايح اوسه ليه ويروح يدير ريسي كراش يروح يقرأ حتى اذا ما كانش مدرب الرئيسي يساعد بالخبرة ديالو المنتخب الوطني الجزائري اليوم كانوا كان سعدان وكان زوهير وكذا تحس باللي هذو الناس هما اللي راح يدعموا الفريق هما اللي راح يقول الكلمة ليه كانس اليوم جاب لنا غنطرنا مع البنشكون جابوا جابوا ثاني الجوار مجيد بوغرا مجيد بوغرا كنا انتظروا منه الكثير هل شفت تدور تعاد اللاعب خزروني فوش راح يديل بوغرا صحي او البسكو ستان جوار غير كما حبس البوطول اكذا بصح لا مكش ديجو ورى الجرياء اللي يكونوا في الكيب عذا هذه الأهميش قال لك تدؤية غير ملوه تحصد هذا ما كان؟ استاذير كذلك؟ وزي الكلمة اللي قالها شابها زوهير وارني معاه النية نية الفريق الوطني الجزائري مكانش نية كين اسمع لو كان تدخل بالك قطع بانكلون قطع بانكلون لي ما يخلاش بسكو اله اليوم لو كان مكانش ضغط في البلاطوات اليوم مكانش ضغط في البلاطوات قسكو راح يكون بفتاح قسكو راح يكون بالخيطر قسكو راح يقول حتى ابن سبعيني إذا لم يكن الناس الذين يتعلمون في البرنامج اليوم صارت صح كان برنامج تعمل كيف يلعبون لدات فيفا لا ينجموش يجوا اللاعبين لذلك كان كما قال لك المنتخب المصري ثلاث بطولات دريكت أمام الفريقية ثلاث مرات دريكت حتى كان في الوقت يدير مباراة لا، ليس لأن الجوار يلعبون في البطولة لا، لأن الجوار يلعبون في البطولة ويقولون أنهم لا يستطعبون ت messaging لا يستطعبون أيضاً اليوم في الفريقيا لا تنجيك عمل منتخاب التعبقري تنجرون في البطولة لا تنجيك منتخب السرن في الفريقيا وعندهم من فهو بطولات أوروبية يبحثوا عنهم تطيبهم يلعبون في البطولة أوروبية تجدهم من الفة شكرا ان خزروني اذا كلمة اخيرة فقط بالنسبة للمنتخب الوطني زهير جلول والله يقولون ماذا أحب نقولك؟ خيبة كبيرة و نتأسف كثير على المردود و هذه النتيجة و نتمنى و نتمنى و يديروا طاعة التورة و كما يقول لك المباراة الأخيرة هذي إن شاء الله نفوزوا عليها و يكونوا نتائج في صالحنا و إن شاء الله نتأهلوا الدورتها شكرا لك زهير خزروني كلمة هذي كرة قدم إن شاء الله ما زيتنا مقابلة ضد المنتخب السينيغالي هذي المقابلة تعا ما تخسروا له يفهم مكتلوباكي و لازم اللعابين قاع يكونوا عندهم روح المسؤولية و هذي اللي قتالك ما زام ما تلعاش بقلبك الفوتبال يتلعب بالرجل ويتلعب بالمخ ويتلعب بالروح القتالية باش إنهم يوصلوا و يلعبوا و ينجموا لذلك كما قلت الفوتبال ليس صحيحا يمكننا أن نتقاليفه إن شاء الله نتقاليفه شكرا لك خزروني شكرا زهير جلول على التوضيحات مشاهدينا الكرام نتمنى أن تنتهي كل مشاكل في المنتخب الوطني و نتمنى أيضا التوفيق للبخضر في آخر مباراة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم موعدنا كالعادة يتجدد بعد مباراة تلكان صهرة طيبة والسلام عليكم اشتركوا في القناة تانية والتي جمعت بين المنتخب السينيغالي و منتخب زينبابوي و انتهت بفوز السينيغال بهدفين لسفر ظهير جلول منتخب زينبابوي اللي خلقنا مشاكل وتعترنا معه اليوم منتخب السينيغالي يتجوزوا بسهولة شفنا فريق زينبابوي كأنه أضعف فريق في إفريقيا شفناه مكاش صح داي دافع و كانت عنده فرص ولكن شفنا القوة تلك سينيغال انا نظن اليوم سينيغال نقدر نحطوهم في جينيس دي ريكورد تحتين كم يقول لك الأرقام تحت تضيع الفرص أمام المرمى شفنا اليوم سينيغال على الأقل سبع أهداف كانوا قادرين يسجلوا في كل مرة و زي شفنا حارس مرمى كبير تعزينبابوي هو اللي أنقذ الفريق نظن اليوم هاد سينيغال جازوا شفنا السهولة اللي كانوا يجوزوا بها ضد الدفاع تعزينبابوي اللي احنا كانت عندنا مشاكل كبيرة باش نسجلوا هدفين تعادل دونك المباراة الأخيرة ضد سينيغال ما رح تكون سهلة لنا رح تكون صعبة جدا لأنه أحسن فريق في هذه المجموعة هو سينيغال اليوم توضحتنا الصورة بالنسبة للمنافس الآخر اكزاكتما حتى كم يقول لك في النخب الوطني قال لك رح تشوفوا الجزائر ضد فريق سينيغال رح تشوفوا ورد فعلتها الجزائر نزيدوا نسننا المباراة الأخيرة حتى لو فزنا على سينيغال لازم نسننا ونتائج لأن تونس مع زينبابوي رح تكون مباراة صعبة صعبة جدا لزينبابوي باش تفوز رح تكون اللي نحنا لازم نشده وتوجور يكون عندنا الحد ونسننا ونتائج تعلق الأخرى شكرا لك إذن خزروني شاهدنا اليوم مباراة في القمة في الوقت لمعظم مباراة الجولة الأولى والثانية انتهت بالتعادل السينيغالي حقق فوزين وبست نقاط الآن اليوم شوفنا منتخب كبير هو منتخب السينيغالي شوفنا كل شيء والأقوى هو منافس الخضر في الدور القادم شوفنا منه كل شيء شوفنا من ثلاث تربون نيكيب الاهداف كانوا في الشفط الأول هو منتسجيل في الدقيقة العشرة صيدي ومامي هذاك ماني حاجة كبيرة وفي الدقيقة تلتاشر سيفت هذاك ثاني ستان جوار أنا نقول لك باللي انبهارت بهارت شوال الجو تحهم سيدي جو بروفيشونال الناس كيفا لحقت انهم يوجدوا منتخب بالطريقة هذي احنا كنا في الجروب هادا سواديزو كنا احنا وسينيغال اللي كنا مترشحين باش نكونوا فرغين اليوم المنتخب الجزائري هو اللي راح في بارابور كي شوفنا قال المنتخبات المنتخب الجزائري هو اللي راح معطاش كيفاش احنا نقوله المستوى الحقيقي تعالى المنتخب الجزائري اليوم قلت لك كان قال لك انه الحارس كان ادى مقابلك بها انا نقول باللي كان في الشوط الثاني كان التسرع عند اللعبين تع سينيغال كان قادرين يمركيوا الاهداف كثيرة بس ك لكن شوفنا اللي زاكشون يرطوهم صدير بوكو بلوس كان فيه تسرع لو كان صح القردية كان در مقابله ولكن صاب دي بال في يده ما كان شباب منقوله ولكن شوفنا باللي المنتخب السينيغالي يلعب كورة جميلة منتخب قوي يعني ما قدره شنل فيه ومنظم في لعبه ويلعب كورات قصيرة ويلعب بونغروب هذا هو تحس انك عندك منتخب اليوم احنا اللي كانت ماعدناش في المنتخب الجزائري اللي كان غاب علينا ما شفنا حتى شيء اليوم اه بالمقابلة السينيغال ننجم منقول باللي حناية المنتخب الجزائري عدنا مقابلة صعيبة اه دال درني ماش ضد ضد المنتخب السينيغالي باش نقول لي كنس اه ما تغامرش انك تلعب بالطريقة اللي لعبتها ضد ضد المنتخب تونس رح ندو رح تكون فيها مهزلة الخسارة حتكون كبيرة اذا زهر جلون شفنا اليوم منتخب قوي هل ترشح هذا المنتخب باش يعني يحوز على لقب كأس امم افريقي خاصة انه يذكرنا بسيناريو نيجيريا في سنة 2013 ناني فورت شانس فورت شانس بسك شوف كعندما تشوف فريق في المباراة الاولى او في المباراة التانية رح يتحسن الاداء تاعه من المباراة الى اخرى لانه يربح تيقار يربح كمين يقول لك لعبين رح تكون عندهم بلوس دو كويزيون رح يعيشوا كيف كيف عندهم مباراة رسمية انصم بكو تشوز اشياء كتير رح تتغير من السلبي الى الايجابي احنا رحنا من الايجابي الى السلبي وهذا الفرق رح نشوف رح نتحسن من المباراة الى اخرى تونس في المباراة الاولى ومباراة تانية تحسنت سنغال من المباراة الاولى ومباراة تانية تحسنت والجزائر رح ترجع الوراء شوف نعطيك على سبيل المثال نعبين تاع سنغال رقم تسعة مامي ورقم عشرة ماني شوف كيف كان المستوى تحهم وكان اداء تاعهم من ناحية الهجومية وزيد المدافع الايصر رقم اربعة وصل تلت مرات او اربع مرات وجه لي وجه مع الحارس احنا غوله ما وصلش ولا مرة في الهجوم بس تشوف هنا النج التاكتيكي والتقافة التاكتيكية وشوف الايرادة بالفوس ونزيد نعطيك شي تاني وهذه اللعبين كلهم يلعبوا في اندية اوروبية عريقة بس تشوف وزيد مدرب عنده مدرب محلي يعرف الخفايا ويعرف يعرف عقلية اللعبين عقلية تاع اللعبين اقول لي العقلية تاع اللعبين ويعرف كيفش يصير معهم كم يقول لك في الاشياء وين تكون مباراة قوية وين تكون مباراة كم يقول لك لازم يحافظ على النتيجة انا نظن هذا الفريق له شأن كبير كم يقول لك في المباراة المقبلة رح يتنقل ورح يتأهل بكل سهولة الى الدور الثاني ورح نشوفه فريق تاع سينغال فريق قوي لعندما نشوفه مع فرق اخرى باريكزانف نعطيك مع مصر ومع باريكزانف كوديفو ومع كاميرون رح تشوف فريق منضبط وفريق عنده كم يقول لك منهتش تاكتيكي وعنده اندباط تاكتيكي وعندهم كم يقول لك وزيد كذلك عندهم المورفولوجية كم يقول لك البنية المورفولوجية تحهم شفتم كلهم كم يقول لك لعبين عندهم اقوياء في الدول الصناف شكرا اذا شكرا زهر جلون خزروني اليوم شفنا يعني جولتين من المجموعة التانية كيفاش تتوقع تكون اخر جولة في هذه المجموعة شوف احنا ما خبيش عليك احنا المنتخب الجزائري او سطالة لودوت هدا هو تحبو لا تكره اليوم الفريق راح مشكوك فيه والمنتخب السينيغالي اللي راح لابو كونتر عليح راح فلالونسي راح فلالونسي وعنده تيقة ذوك ما ممكن جي تلعب نتاب في الدرنيماتش الامكانيات تعلعبين والعقلية تعلعبين ما تكونش على حساب المنتخب السينيغالي انا والله نقولك حاجة سامحني عمري ما كنت بيسيميست كي من الدرجة هدي من المقابلة على السينيغال ما نظنش باللي الجزائر راح تدير فيها حدا حتى خزروني المنتخب الوطني في نفس السكة مع منتخب زينبابوي بنقطة وحدة هزيمة وتعادل لكن ادأ منتخب زينبابوي رغم الخسارة شونا ادأ جي ندمو قارنة بالمنتخب الوطني ايه وش يجيب علاش اليوم فريق السينيغالي لكن تلمو كان مليح السينيغال بنو نماش يملاح كيرب السينيغال داروا مقابلة لابس بيها كم احنا قلت زينبابوي دار مقابلة لابس بيها ولكن المنتخب السينيغالي ما خلاش المنتخب زينبابوي انه يفرض طريقة لعبه ما ما خلاش يفرض طريقته باش تعرب اللي هذا هو المنتخب اللي كيما المنتخب السينيغالي اليوم يفرض طريقته كيم يحبوا يهاجم الوقت اللي يحب يلعب الوقت اللي يحب يدير طريقة لعبه من اللعبه كيفاش تخرج من عند الديفونسور قل لك فليكوتي كيفاش يلعبه يديروا ديزاكسون كيم يحبه عندهم لديو ديبلومون فريق اللي نجم نقول مكتمس من ناحية اللعب انه فريق منظم للدرجة انه يهاجم الوقت اللي يحب ويسجل الوقت اللي يحب انه لو كان نفرض انه سجل الاهداف اللي يراتها مش حالك حيكون سكور حيكون سكور يعني نتيجتكم تقيلة كيف اليوم احنا حبي تسقسيك يا وليد اليوم اسكوا اللي عابين تواعنا بالمورال اللي يرا عندهم ينجموا يديروا اس شو اليوم اخلاص رحنا اليوم رحنا لقابو هولام منهار منهار المورالتاء ورحم واسي مبارا تكشفت الكثير من الخبايا في المنتخب الوضع كيف فتكشفت باشتك اوترابروني سيتام ميراك انا اتروازي اماتش بور موا لالرجيلي باش دير رزولتات سيتام ميراك انا تحبو لتقرع فاسكو كين صح الفوتبول سيبايسوز اكزاك ولكن شوف منتخب التونسي تتقارنوا بالمقابلة اللولى والمقابلة الثانية معنا دير مقابلة بس بياه تكمبارين للمنتخب الزيبابي المقابلة اللعب معنا وزيد المقابلة اللعب اليوم ضد المنتخب السينغالي تبدله الناس رهي تطلع في النفو التحارهي تعود المستوي يعود ديولي احنا المنتخب جزائري نهار خزروني احنا اتمنى فقط انه المنتخب الوطني يدارك ويحقق مباراة بوطولية حتى ولو متى اهلناش يعني نخرج نخرجو باش عارف والله وش تحب انقول لك هذا رائع تاعك احنا حتى ولو السينغال يخسر معنا رح يتأهل احنا لو كان نفوز وبان مباراة ممكن ما نتأهلش احنا الهدف تعنا وش احنا الهدف تعنا لكن على الاقل نحققه يعني فوز في الدور ما رح ينفذ نفعك ولا شيء هذا الفوز حتى ولو تفوز حتى ولو دير نتجة ايجابية ما رح ينفعك ولا شيء تروح البيت لكن لافزت والحساب المقابلة لا 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 مازال الحسابات معلش اذا نفس سيناريو دورت 2013 زوان وعلا احنا نتمناه تونس تخسر مع زينبابوي وحنا نفوزه هذا سيناريو محتمل ولكن يقعد دائما صعب خلنا في دوامة الحسابات وعلا انا وش حبيت نقولك من بداية قبل ما نبدو هالنهائيات كيفاش كانت الكلام كيفاش كان كان يبلي المؤهل الاول في هذه المجموعة هو الجزار هو المتخب الوضع والتاني في الدوزين في السينيغال وم بعد يجوا الاخرين اليوم مبارتين لعبناها فشكون نراهو الأول شكون تاني شكون تاني شكون أخير خاصة مباراة اليوم قلبة الموازين بارك الله وفيك من ناحية الأداء من ناحية الكلاسمان من ناحية كل شيء احنا مرناش في المستوى لانك والله هذا نقولك حتى ولو فوزنا ما رحش نقول ما رحش نسناو كم يقولك حاجة اميراك حتى اليوم شفنا المستوى تعزين بابوي ضد سينيغال انا نظر تونس احتفوز عليها بكل سورة شكرا زهر جلول شكرا خزروني مشاهدين نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في آخر مباراة إلى هنا نكونوا قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم وعدنا يتجدد يومياً صارت طيبة مع بقية البرامج والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة